بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاك ايف حالكم ان شاء الله دان بخير درساً هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة اعدادي شرح وتوضيح يونت 2 لسن 9 اليونت الثاني وحدة الثانية الدرس التاسع صفحة رح ناخذهن 24 24 من الكتاب الملون ونشاط رح تكون 36 36 منضوع الانشاء هو اليوم البي مهم انه هو يعلمكم شون تكتبون الانشاء المطلوب من عندكم صيخته اللي هو write about something that happened to you at school تكتب عن شيء حدث لكه في المدرسة فهذا نموذج تكتب عنه اللي يريد يحفظه هذا هذا نموذج انشاء رسمي ما المنهج هذا نموذج ايضا انشاء اللي يريد ايضا يحفظه ويكتبه واللي يريد هو يكتب من عنده ويألف او ياخذه من الانترنت او من استاذ المدرسة او كلا بعد بكيفه انا رح يشرح لكم ووضح لكم فكرته الباقي كله مو مهم هذا اهم شي ما بالفيديو انه شون تكتب انشاء عن حدث او قصة صارت اياك بالمنرسة هذا هو فتريد تتابع الفيديو تريد تتحفظ لك ان شاء وتعوف الفيديو على براحتك شكرا لله ثم شكرا لكم دعمكم وتجيعكم ودعواتكم طيبة تعليقاتكم الحلوة من حفزة ومشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشرة والدالة على الخير كفالة نبدأ بسم الله سامي يكتب مقالة ماذا يفعل سامي سامي جدي يساوي برايكم ده يكتب مقالة وده يحشينا عن اشياء صارت وياه فسكم سامي's notes and say what he decided to write about قراءة سريعة قراءة للملاحظات هاي ما سامي هاي ما سامي ملاحظات وقل لنا شينو هو ماذا هو قرر ان يكتب عنه يعني موضوع قرر يكتب عنه what do you think happened وماذا تعتقد انه حدث هذا سامي وده يقرر يكتب لنا عن ماتة لان الواجب ماتة قلولا write about something that happened to you at school اكتب عن شيئا ما حدث لك في المدرسة فده يريد يكتب الانشاء ماتة فده نقول سامي is writing سامي ده يكتب عن اشياء صالت وياه انه عنده قرد خذوية جاي حيوان اليف قرد هدية من عمه وراحوا ده ياكلون و القردم سوي مشاكل او يعني لاعب لعب رح نيجي نشوف قال الملاحظات ماتة رح يكتب على اساس الانشاء حتى يعني رؤوس اقلام يعني ساميحنا it wasn't in its cage هو لم يكن في قفصه my pet is a monkey الحيواني الاليف هو قرد it eats fruit هو يأكل الفواكه i got it for my 15th birthday انا حصلت عليه بمناسبة عيد ميلادي الخامس عشر وعمركم هو صار عمره 15 كملها يعني صار يعني كمل ل 15 عيد ميلادي فسو جابوا لهذه الهدية i brought it to school انا جلبته معي للمدرسة i didn't feed it هاني ماتش انت موكلة لم اطعمه my uncle gave it to me وعمي الطانية هدية طرنا هن وفهمنا انه رح يكتب عن شي صارويا بالمدرسة read sami's essay اقرأ المقالة مع السامي المقالة يعني هي انشاء نعتبرها then do exercise be in the activity book ثم رح حل التمرين به بالنشاط هذا المقطع الاول رح نحتاجه بالتمرين رح نحله she golly go my uncle gave me a monkey عمي اعطاني he bought it in a special pet shop هو اشتراه من محل حيوانات الاليفة خاص محل خاص بالحيوانات الاليفة الخاصة my uncle knows i love monkeys عمي يعرف بانو اني احب القرود so he bought it for my 15th birthday لذا هو جلبه واشتراه من اجل عيد ميلادي الخمس عشر هدية بعيد ميلادي الخمس عشر my monkey is small القرود ماتي صغير with the brown and black fur هو يغطي جسمه او مع فرو الجسم يعني متغطي بالفرو الجوزي يعني بني والاسود it eats fruit هو يأكل الفواكه and loves to play ويحب ان يرعب هاي اللي هنا حيشان مقطع الاول المقطع الثاني يقول one day في احد الايام my science teacher معلمنا مع العلوم asked us to give a presentation طلب من عدنا انه تحضير نقوم نأدي واجب نشرح نقدم عرض نشرح about an interesting animal عن حيوان ممتع مثير interesting ويا الشيء غير حاقل interested ويا الشيء عاقل تذكره I decided to bring my monkey to school آني قررت أنه أجلب معي القرد ماتي للمدرسة the class thought he was great and the class thought he was great الصف ماتي فكره واعتقده واجبالهم انه هو فاتشيء كبير وعظيم وكبير قرد مذني لقرده الكبار earlier لاحقا هاي كلمة earlier than just before after a little later than first finally ذني سموهن sequencing words sequencing words كلمات التتابع دول على تتابع الأحداث الكلمات التتابعية أدوات التتابع ذني حاليا ما جاي عليهم كأسئلة بالامتحانات بس يفيدنك حتى يقون التعبير ما لنحن الانشاء ما تكذا تستخدمهن حاليا فائدتهم للانشاءات إذا شفت أحد مسوي عليهم أسئلة بالامتحانات أسوي عليهم شرح ووضحهم لباقي الطلاب بس حاليا ما ألهم يعني أهمية قواعدية ده نحتي أهميتهم للانشاح حتى يصير أفضل earlier مبكرا يعني قبل هذا الشي يعني I had decided not to feed him قبل ما أجيبه ويا يعني أنا قررت أنه ما أطعمه ما أواكله عندما أنا جلبته للمدرسة he was very excited هو كان جدا متشوقا متحمسا and wanted to play with everyone وكان يريد أن يلعب مع الجميع My teacher told me I should leave him in the cage in the science room until after lunch المعلم ما تي أخبرني بأنه يجب علي أن أتركه في القفص في غرفة صف العلوم الحد ما بعد الغداء I went to see how my monkey was أنا ذهبت لكي أرى كيف قردي أحوال له كيف حال القرد He looked lonely هو كان يبدو وحيدا مقهول وضايج I opened the cage and potted his head أنا فتحت القفص ومسدت ربت 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 هو شي يعني حطيت يدي على راسه هو شي مسحت يربت نسميه على راسه مسحت راسه انتبهت أنه هي Pat P-A-T الماضي مالتها نضيف إيدي قياسي فمنتهي بصحيح قبل علا فضاعفتي وضعف إيلي وتصريفه ثالث نفس الشي يختلف عن الput اللي هي P-U-T ذاك الفعل الشاذ اللي هو بمعنى يضع انه بالماضي بتصريف ثالث يبقى نفسه PUT 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 بس هذا PUT PUT PUTED PUTED Then ثم I hurried to the cafeteria because I was hungry ثم أنا أسرعت إلى الكافترية اللي هي يعني مطعم صغير بسبب أني كنت جائع سوى اش سوى هذا الحتي المعلم والصايع عوفوا بالقفص ولا قال خطيئة المرة عافوا بالقفص بعدين قال خطيئة اجي طلع عن القفص ومسد على راسه وعافه بعد الغداء I went to the playground with my friends بعد الغداء أنا ذهبت لساحة اللعب مع أصدقائي and a little later بعد قليل جدا I went to my science class رحت للصف مع العلوم That's when I saw the monkey was gone حيث هناك عندما أنا رأيت القرد بأنه ذهب اختفى Everybody helped me look for him الكل ساعدوني بالبحث عنه First أولا We looked for him in the classroom Then I said he was hungry ثم أنا قلت لهم بأنه كان جائع فالجائعوان رح يروح رح يروح عنه وكان بيأكل So we looked in the cafeteria ثم رحنا بحثنا بالكافترية Finally وآخيرا We heard a yell from the principal's office وآخيرا إحنا سمعنا صراخ من مكتب المدير We ran to see what it was ورحنا حتى دا نشوف شينو هذا السبب مالصيح And saw my monkey heading under the desk وشفنا القرد ماتي كان خاتل جوه المكتب هذا قلنا علينا نموذج إنشاء يونت 2 ما لكتب عن شي صاروا ياك بالمدرسة وراها يقول لك Look at the red words انظر لكلمات الحمر لاني لقلنا لنا هي Sequencing words كلمات تتابع Answer your teacher's questions وجواب على أسئلة الستار ماتي وهنانا هذا التمرين أي قلت لكم التمرين أي هو الجزء الأول أو المقطع الأول من الإنشاء أو المقالة أو الإسائي ماتي فمننا رح تقدر تطلع الأخطاء الصححين فكرت لأنه هو شي يقول التمرين أي يقول read the first paragraph اقرأ المقطع الإنشائي الأول أو في سامي's essay من إنشاء أو مقالة سامي find and correct the six mistakes أوجد وصحح الأخطاء look at punctuation spelling and grammar منظر إلى علامات التنقيق يعني حروف كبيرة ونقاط والسالف والأخطاء الملائية والقواعدية المترجم المترجم أول شي لازني يبدأ حرف capital فهو بادي حرف small فهي خطأ فالأم capital اللي هي مثل ما هنا شوفوها الأم capital هو مصحح لنا my uncle give me a monkey هنا give غلط قواعديا هنا لأنه بالماضي الطهيا فبالأي gave gave me a monkey هاي صار الخطأ الثاني هاي واحد اثنيا he bought it in special pet shop هو اشتراه من محل حيوانات خاصة هنا المحل يعتبر مفرد وغير يعني معدود ومو جمع مفرد ومعدود يبدي بحرف صحيح فيحتاج a a special shop فمثل ما هاي a هنا ناسيها a special shop زين فهاي الخطأ الثالث ناسينا my uncle no الخطأ لازم صير nose مضارع بسيط الفعل bs لانه شي يعرف حقيقة my uncle knows i love monkeys عم يعرف باناني احب القرود فسقلنا خطأ اول وثاني وثالث ورابع بعدان خطأ so he bought it for my 15th birthday اللي اذا هو اشتراه بناسبة منادي الخمس عشر my monkey is small وقرد ماتي صغير with the brown and black fur الفير لازم بليوم وبل اي خطأ ملائي هذه بليوم الفير والبعدها it eats لازم بها s الفعل مضارع بسيط الفعل لازم بي s لانه حقيقة يعني علمية وبروتينية ف eats it eats fruit and loves to play وياكل الفواكه ويحب اللعب خطأ واحد خطأ اثنين اي هنا وخطأ ثلاثة اكو اي لازم خطأ اربعة لازم s بنهايته الخطأ الخامس بمكان الاي والخطأ السادس نضيف s هذا خلاص البعدة تمريم بي قلتان الفيديو اترى مو مهم قلت لكم تمريم بي read sami's essay اقرأ مقالة سامي number the events ورقم الاحداث in the order they happened بالترتيب اللي هي حدثت بي ف اختصارا للوقت و رح نطلعها بالدليل قبل الحل مالتهن السريع حتى ذنين هين الفيديو ذني سؤلفنا بيهن ذني الاشياء الاخطاء اللي سؤلفنا بيهن قلنا الام capital وهنا ال gave وهنا ال a وهنا ال nose وهنا fur وهنا each هاي خلاصنا من عدهن بعد هاي الترتيب مالة الاحداث ف بدأت تشوفوهن هي هنان اذن الاحداث اش رح يصير على كتابتن بس رح نبطيهن الارقام مالتن الصحيحات الارقام مالتن رح نبدي السطر الثالث ورح يصير رقم واحد اوكي هنا ثنيا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بعدين تسعة سطر الاول هو اخر حدث رح يصير اوكي فانا رح اقراهن بالترتيب الصحيح اي البعد ه بس شويان وباهم الشاشة البعد هالحدث الثاني اي بروت ماي مانكي تو سكول انا جلبت القرد ماتي للمدرسة الحدث الثالث القرد كان جدا واستمتع الحدث الرابع فوق ه لكت لونلي الحدث الرابع هاي باتد هاي بكت لونلي انا يعني مثدت او ربتت على رأسي بساب انا كنت اعتقد من هو يشعر بالوحدة الحدث الخامس we had lunch تغادي انا الحدث السادس we went to the playground وحنا لساحة اللعب وحادث السابع I went to science class and saw the empty cage انا رح تلصف العلوم ولقيت القفص الفارغ والثامنا we looked in the cafeteria احنا بحثنا بالكافتورية الحدث 9 we found the monkey in the principal's office وحنا وحنا لقينا القرد بالمكتب مع المدير زين عيني هاي خلصت كتاب ملون بعد ما عندنا به شي كدرس التاسع داح شي وهنا ما عندنا شي بقى بس دا اشوف كم اذن شون حال لهم احنا بالملزمة رتبكم اياهين انه شرح وحل هن وشغلة الاخرى نموذج على الانشاء هذا نموذج اخر على الانشاء الثاني صار نموذج شوفتكم بس نرجع نذكر الانشاءات شوفتكم هذا قدت لكم نموذج انشاء تقدرون تعتمدوه عن شي صار وياك ذات ريت تحفظه والنموذج الاخر مثل ما لسامي ذاك كان عن سالي هذا عن سامي تحفظه وتكتبه والنموذج الاخر اللي انا كاتبلكم مياه بالملزمة اللي هو a story happened to you at school last night في الليلة الماضية I stayed up late أنا بقيت متأخرا بقيت مستيقظا متأخرا I was playing a video game أنا كنت تلعب يعني العاب الفيديو العاب الموبايل والحسب with my brothers مع أخواني suddenly فجأة I realized it was one o'clock فجأة أني تنبهت وعرفت يعني بأنه هي الساعة بالوحدة كانت and I had to go to my school وكان يجب علي أن أذهب للمدرسة in the morning في الصباح the next day في اليوم التالي I had a math exam أنشان عندي متحار وضيات I couldn't being awake أنا لم أستطع أن أكون متياقظا ما شن تقدر أبقى قاعد So I felt تسليب لذاني رحت نايم يعني نمت على روحي I was dreaming playing football with my friends أنشان تحلم بأن أنا ألعب كرة قدم مع أصدقائي When the teacher shake me to awake to awake عندما المعلم هزني أو قاعدني حتى أقعد طاخني أو هزني حتى أقعد and continue answering the exam وخلاني أستمر بالإجابة على المتحان but it was too late لكنه كان جدا متأخر the exam was about to finish المتحان كان على وشك ينتهي So I had to retest maths exam وإذا أنا كان يتجب علي أن أعيد أداء الاختبار من الرياضيات I didn't have a good day that day أنا لم أكن أملك يوم جيد في ذلك اليوم ها هي أنتهت إن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة